لبنات كاتعانوا اليام اللي طاش والتسبوغات والعنيق ديالكم كله محروق بالشمس ديال البحار و ديال الابيسين اليوم اجبت لكم الحلية لبنات الميتالي اللي غي خلصكم من هاد الشي كامل ويهني لكم البال ديالكم واللي هو البنات كرم نيفيا العلبة الزرقة ودولي بخان ايه البنات كرم نيفيا كان عارفوه منذ القدم ماشي عاد اليوم غنعرفوه دولي بخان اللي بعض المرات يسولوني بزلت البنات بزلت المتسبعت كي يقوليوش فعلا كي بيض وبزلت البنات كي يجاوبوهم تيقولوا ليو ما راحنا نجربناه حتى احنا في الول كنا ما مسيقنش هاد المسألة هدي ولا كي راح جربناه وفعلا يا البنات ماشاء الله اللهم بارك فيه دقب بطلرجي حاجة سميتها الاسمرار و حاجة سميتها تسبوغات وليطاش ونمشو الكلف وجميع المشاكل البنات بالنسبة للدولي بخان كي ما سنقولو معروف هو دواء ديال الالم ديال الراس ديال الصداع يعني ديال الحتى المنزلي اللي عندك تاخذي حبوه داك الدوبة في الماء دقب بطلع يعني كي ما سنقولو في خمسة دقيق عشرة دقيق كي يمشي منك ذاك الصداع اللي كان في الراس ديالك دولي بخان لبنات كي عالج تبرقيع وكي عالج الساواد وكي اي مشكل عندك فلوكوغ ديالك ديري هو تفكريني الرجلات رات يخرج منهم هكذاك القشور الميتين والوسخ ديال سنين واعوام فانتمنى هاد لاغوست هدي البنات تجربوها وتردو علي يعني اهم حاجة هي تجريبة تجريبة هي لغة تفيلي كوش الوصفة فاشلة ولا ناجحة فتحية خاصة لكم وغنبغي نطلب منكم حاجة وحدة اللي بنات اللي يعطيكم الخير هي اللي لايك ديالكم فاي وحدة كتشوفي يدابا نقول لك مرحبا بك ولكن ما تنسينيش من اللي لايك باش تزيدي تساعديني وباش تزيدي تخليني نافونسي وتزيدي تخليني نتشجع ونخدم ونبساكر ونجيب لك المزيد من الفيديوهات فما تخسري تشي حاجة غزالة ديالي غاتها بطيل تحت وتكبسي كبسة اللايك وهد شي كامل فضلا وليس امرا طبيحة الحال ناس اللي تي حبوني ناس اللي تي بغوني راهان عارفة تعليقات ديالكم فالله يعطيكم الخير وشكرا لكم وبنسبة لبناتلي اول مرة كي يكتشفونا مرحبا بكم ما تنسوش تكبسو كبسة الاشتراك بشكة العائلة ديالنا ان شاء الله تزيد تكبر اكتر واكتر ومع تفعلكم نزيل الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد على بركة الله يلا هم معي باش نتعرفوا على مقادر الوصفة وما تنسوناش من اللايك ديالكم فاول حاجة البنات هو دولي بخان هانتوما البنات عندي هنا هاد القريعة هادير هادا والحجم الصغير كي يجي هكدا يصغور ديال دولي بخان فيه في تمنيت الحبات او لتمنيت ديال الاقراس غادي نوريهم ليكم هانتوما هانتوما البنات هادا هو الحبة ديال دولي بخان هانتوما هانتوما تجي غلايضة كي ما تنقولوا كتاخدي حبة وكتدوبيها يلا كنتر الكراسك ولا كي لو ويت تتسخد ما فاد الوصفة كتحنيها يعني ما تكونش مدوبة تكون مطحونة كنديروها مدوبة إلا كنتي درنا راس ديالنا اصافي بالنسبة للقريعة هاد يتنسي كي يسونوني على البخي انا غادي نوريه ليكم بالنسبة البنات البخي ديالو فهو هادا هانتوما نتمنى البنات يكون كي بليكم زيان فللأسف ما بانش تمن ولكن انا غادي نقرأ عليكم فببيفي يعني التمن كدير 15 درهم و 80 سنتيم هذا هو التمن ديال هادا القريعة الصغيرة عادي نوريكم حتى الحجم الكبير بالنسبة للبنات الكبير و يأخذوا هكذا يا دوليب خان ديال الحجم الكبير هو هادا البنات ها هو دوليب خان وهذا هكذا 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 يجي كبير هادا الحجم الكبير في 16 حبة دوليب خاني و يجي كبير هادا تمن ديالو 1 30 درهم تقريبا 30 درهم و شي حاجم مهم هانتوما هادا هدي السمك دياله كي جي رقيقي كي موريدكم كبيلا السمك ديال دا كدولي بخالي في القريعة الصغيرة كي جي كبير عكس هادا كي جي صغير كي جي يعني ماشي صغير و انما كي جي رقيقي يعني السمك ديالو مكيكون شغلت بزاف المهم تحتاج معي واحد الحبه او جوجك اطحنهم اما الحجم الكبير او هكذا القريعه الصغيرة جوجهم مزيانين بالنسبة لبنات الكريم نيفيا سوف اضروا عليه ادابه انا هنا جبت صغير جبتهم توسط جبت الكبير الكبير هو اللي كان اخذ بزاف صغيرهم توسط صراحة لا ما كان اخدمش بهم كان اخليهم بنيتا ديالي الله يخليها وخليلكم حتى انتم اوليداتكم اما الكبير اللي كان اخدم بيها انتم البنات كيف تكون عندي منه شوية يعني هكذا هي الكمية دياله زيدة اللي انني كان عملوه في بزاف ديال الوصفات ما كان عملوش غير فوصفة ما كان عملوش غير فجوج اصلا انا بعدها كرت طبيه وجيه ديالي كل اللي اللي لقبل ما كان ناس داروري ما كان اخذو كرت طبيه وجيه ديالي كذلك الويدس ديالي وجيهة البنيس ديالي يعني هو زوين ومعروف يحتب علاج التجاعد خصوصا مع الاستمرارية عدا مرات بالنسبة اللي كانتemente تتعلم اصلي او غير اصلي انا غادي نوريكم باشة تعرفوها اصلي او غير اصلي هانتوما هانتوما البنات اول حاجة هاد نيفيا كريم هاد نيفيا كريم كتلقيها محفر هانتوما البنات تسمعو يعني كما تنقولو تلقيها هكذا يا امني هاد الاسم كتلقيه محفر كذلك من الخلف هانتوما تسمعوا هذا الصوت وكذلك الغلاف تكون فيها نيفيا كريم هذا أصلي وكذلك الخلف وكذلك هذا غير أصلي بالنسبة للناس يسولوني على الكميات كل الحجم الكبير 150 كل حجم طوصة 60 وكين هاد الحجم هاد ماشاء الله اللهم بارك فيك يحمق يالبنات فيه انوريكم فيه يالبنات 30 30 ميلي لدخ انا عجبني صراحة لحكييك غزال يالبنات هادة نخليه البنيتة ديالي هبو هاد المتوسط لانه هم صغار وهاد الكبار هادو كنديرهم انايق المهم هكذا يا باش انا بريتكم مغير باش تعرفوه كيفاش تعرفوه يعني الاصلي او غير اصلي وده با اكيد غندوزو لطريقة التحضير ولكن خصنا قبل بعد ان تعرفوه على المكونات الثانوية بالنسبة للبنات المكونات الثانوية فغد يتحتاجوا معي ان شاء الله الى النشا او ما يسمى بالدورة او المايزينة هنا البنات عندي هاد نوعية انتع نشا زهرة صدورة غبرة فيها مئة وسبعين جرام كدير سبع ديال درهم مغربية وكين هاد نوعية هادي ديال ايديال فيها مئة وثمانين جرام وكدير ستديال درهم مغربية بجوجهم مزيانين واي نوعية توفرت عندك استخدميها ماشي بالشرط وحد نوعية معينة بالنسبة يعني كما سنقولو من غير هاد هاد نيفيا كرام ودوليبخان وانشا فغادي تحتاجي معي ان شاء الله الى بودرة الاطفال هنا عندي هاد الطالك هادا ديال الوليدة صغار سينو ممكن تاخدي جونسن هاي البنات راتانا كنديرها ولكننا عليシ انجبت هاد الطالك هادا لانو بزاف ما non аجنجونهم يقدم 5 درام نحن المخصصين لكي يرغب 5 درام يجب عليكم يجب عليكم العرق يجب عليكم قطعة ثلاثة يحتاجون كمية من ماء الورد نستخدم ماء ورد ماء ورد قلعة مقونة 3 درهم موجودة في السوق بقالة بقطة الباودر دوليبخان كريم نيفيال 5 مكونات سوف نزيد معكم مكونات واحد لانو بزاف منكم تتقولوا لي بغي ناشي وصفة بكريم نفي العلاج تجاعد فهذا الوصفة بغيت تكون تعالج كل شيء وانا مسؤولة على الكلام ديالي اي وحده ما اعطتهش نتيجة تخلي لي التعليق دياله ان الوصفة فاشلة كان راح حبيعنا الراس والعين يعني اياس علي كيما كانت نوعية دياله وان راح حبيعنا حتى التجارب ديالكم كان بغيهم كيما هما ما تزيدوا ما تنقصوا اللي اعطتهش نتيجة تخليها اللي ما اعطتهش تخليها وانا مسأكده ان شاء الله مليار في المئة انها غتعطيكم نتائج جاملين وبليز حبيباتي ما تنسونيش من اللي اللايك ديالكم الله يعطيكم صحة والله يعطيكم استرائي وحده كنتشوفيه دابه تهبط لتحت وتكبس على كبزة اللايك الله يعطيكم صححتكم ان شاء الله ويحقق لكم كل ما بغيتو ان شاء الله المهم كيما قلنا اخر حاجة هي الحمص الحمص لبنات كي مثلا قلو كي عالج تجاعي كي ينفخ كي بيض كي يشد البشرة يعني عندو عدة فوائد و عدة اشياء ايجابية وماذا الشيليكين هدو هما المقادير هدو هما المقادير هدو زو على بركتي الله لطريقة التحضير اول حاجة لبناس غادي ناخدو كمية من دولي بخان غادي نزيدو هنا يا كمية ديالنشا غادي نخلط هكذا يدولي بخان معنشا ومبعد راك نزيدو الطلق ديالوليدات الصغار غادي هاد البنزكي حما قدات 5 درام والله را عادي ملكي يهبل انا كنت صراحة بيتغي نشاركو معاكم يعني قلت ما عديش تكون الجودة ديالو زعمت يعني كي ما سنقولو الكاليتي شي حاجة ولكن فغامو البنات فاجد ربتو ديتمنو انا لي يسطوك انا و البنيتة ديالي عجبني بزاف وختي ما ننخيث ولكن بغا بغو الكاليتي يستهل كتر من هاد التامن هاد الموهم البنات كتخلطي لي هكذا كل شي وكتبداي تجمع لي بالما ديال المدية الورد وبعد را غادي نزيدو ان شاء الله الحمص وكخامنا في حتى الاخر كي العادة وكي المعتاد فوصفتي دائما البنات كان قوليكم هو الخريني دائما ما كان بدوش به فاغلبية الوصفة سبعت احيان ممكن تبدأي به ولكن فاد الوصفة الله وحبيباتي اللي كتشوفوا في يدها ما تنسونيش من اللي اللايك ديالكم والله يعطيكم صحية الغزالات فتجري لها فيديو باللايكات باش نزيد نخدم ونزيد نبحث ونزيد نبساكر ونزيد نخدم على راسي ونرفع كما سنقوله من المحتوى ديالي ونجيب ليكم الجديد ونضيف كمية الحمص باودر ونضيف كمية الحمص ونضيف كمية الحمص ونضيف معلقة وانتيا ممكن ما تديريش معلقة ديري كتر عينك ميزان وعنoka من المحتوى الأختيار وشنو باودر نضيفه معلقة كرام نيفيا العلباء الزرقاء اما بالحجم صغير 30 مللتر اما بالحجم 60 مللتر اما بالحجم كبير 150 مللتر كل احجام تمندها مناسب جدا صغير على ما اعتقل 1-7 درهم مغربية متوسط 1-12 درهم مغربية و 1-22 درهم و 23 درهم مغربية كل شيء الخور الرباخة كما مرتب وكي على الحجم تجعيلي بشكل كبير مهم ده سوف نضيفه كما قلت لكم واحد المعلقة منه انتوما قلت لنا الحجم الكبير لانه كما قلت لكم هدا هو الحجم ديالي انتوما انا ما زال دي الله خديتوغي هاد الايام وكيتقادا لي ضغية ضغية يا لبنان مهم انتوما هي معلقة مهم 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 انا اشتركوا في القوام قوام خطير اي غزالة باغا وصفة بسيطة وصفة اقتصادية اتجربوا هذه القسم حتى ترحموا الماء وشكو تصديقها حتى تقوموا بسيطة اتجربوا الماء مشكلة ودجة هي معلكم دسمة فما كتتمسحش غير كتتغسل وهذا شي اللي كينا دي الوصفة دي اليوم انتبني يا رب يا رب انا هتنال اعجاب دي لكم وبليز حبيباتي الله اعطاكم الخير والله اعطاكم صحيح تكم ما تنسونيش من اللايك ديالكم الله يستر لكم الامور وحق لكم مسمى النيس وان شاء الله ما تنسانيش من اللايك ديالك حبيبتي غادي نكون ممنونة ليك وغادي ديتساعديني بوحد بشكل لا يتصور يا البنات والله القسام وتحييي لكم خاصة وما تنسوش تشتركوا كذلك بالنسبة لبنات المزالين جدادين وانطلقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء